أهلا بكم بعد الفاصل ونبتدي نحضر المواضيع أنا عندي جنزبيل فراش جنزبيل فراش هناخد منه كم شريحة كده لطيفة وعندي شوة طوم حلوين قوي ومش هعمل يعني ايه 2-4 كده حلو قوي كفاية وهعملوا كده كلوا بالكم بصوا بقى والطوم هعملوا كده وهناخد الحدوطة الحلوة دي في الفلحامي أخضر عشان فيه طماطم الطماطم حمرة فعايش يكون معاي حاجة خضرة كل ده جميل كل ده حلو ومعنا شربكوز برا استنى بس هقولك انا هو هم حلوه هبقى طيب هنعمل ايه بقى هنحط الكلام ده مع شوية زيت على النوار هنسخن شوية الزيت اوكي وايه بقى نحط الكلام ده طيب علشان انا عايز استعمل دي تاني فممكن يعني 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 اعمل كفا وعليكو شوية الملح وشوية الفلفل اوكي ادي الفاخد او ورك الدجاج هنشيل منه الجلد لو حابينه بالجلد طبعا ممكن جدا وحيقرمش ويبقى لطيف مع التسوي لكن فيه ناس ما بتحبش الحدوثة دي وتقولك الجلد مليان ايه دهونه وبتاعه مش احلى حاجة فنشيلو ونشيلو مش هنتدايق لوش انها يعني اوكي ونقطعه مش هرايح بقى كده اوكي يلا نحط الكلام ده هنا بقى الاول اطلع على الريحة الحلوة دي اوكي وبعدين احط الفراخ اوكي يلا بيك الفراخ لازم تستوي بحيث انها ما تبقاش حمرة من جوه الفراخ بالذات دون اي حاجة تاني يعني اللحمة لا اشتركوا في القناة